أكد سيد رئيس عبد الفتاح السيسي دعم مصر سابت والتاريخي للشعب الفلسطيني الشقيق جاء ذلك خلال استقبال الرئيس السيسي للرئيس الفلسطيني محمود عباس حيث أعرب الرئيس السيسي عن ترحيب مصر باستضافة اجتماع الفصائل الفلسطينية الذي انعقد أمس بمدينة العالمين الجديدة وذلك بحضور الرئيس الفلسطيني خاصة ما يتعلق باستكمال الحوار حول القضايا والملفات المختلفة بهذا في الوصول إلى إنهاء حالة الانقسام واستعادة الوحدة الوطنية الفلسطينية هذا وقد أوضح المتحدث الرسمي باسم رئيسة الجمهورية أن اللقاء شهد مناقشة سبل تنسيق المواقف والرؤى إذا أعداد من الموضوعات المرتبطة بالقضية الفلسطينية خاصة ما تعلق بإعادة إحياء عملية السلام حيث تم التجديد على ضرورة الحفاظ على الحقوق الفلسطينية المشروعة واستمرار الجهود لتحقيق السلام الشامل والعادل والدائم على أساس حل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة على قطوط الرابع من يونيو من عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية وفق القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة ومبادرة السلام العربية بما يحقق الأمن والاستقرار والازدهار لجميع شعوب المنطقة ومن جانبه توجه الرئيس الفلسطيني بخالص الشكر والتقدير للرئيس السيسي على استضافة مصر لهذا الاجتماع المهم واحتضانها التاريخي للقضية الفلسطينية ولشواغل الشعب الفلسطيني مشيرا إلى أن اجتماع الفصائل ينعقد في ظل تطورات حيوية دوليا وإقليميا وميدانية يمثل فرصة سانحة للنقاش وتبادل وجهة النظر حول سبيل الأمثل لتحقيق المصالحة الوطنية